بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرياضة المالية الوحدة السابعة الدفعات المتساوية المنتظمة سبق وتحدثنا عن مفهوم الدفعة المتساوية المنتظمة فقلنا هي عبارة عن مجموعة من المبالغ المتساوية تستحق لفترات متساوية وكذلك بينا أن هناك نوعين من الدفعات الدفعة العادية هي التي تستحق مبالغها في نهاية الفترات أما الدفعة الفورية فهي التي تستحق مبالغها في بداية الفترات تكلمنا عن جملة الدفعات ونتكلم طبعا جملة الدفعات العادية وجملة الدفعات الفورية وأخذنا عليها مثال أو مثالين ونبدأ الآن بالقيمة الحالية للدفعة طبعا سواء للدفعة العادية ثم للدفعة الفورية القيمة الحالية للدفعات نبدأ بالقيمة الحالية للدفعة العادية الصيغة العامة present value annuity regular PVAR تساوي مبلغ الدفعة مضروبة في عدد المبالغ وعدد الدورات PMT المبلغ R معدل الفائدة الدوري طبعا لاحظ الإشارة طرح لأنه الناتج هو القيمة الحالية ونحن نعلم أن القيمة الحالية هي القيمة المستقبلية مطروحا منها الخصم إذن القيمة الحالية هي القيمة المستقبلية مطروحا منها الخصم وهذا ما نراه في هذه المعادلة تمام؟ طيب خلينا نعرف رموز المعادلة حيث PVAR القيمة الحالية لدفعة عادية PMT مبلغ الدفعة الدوري NR عدد الدورات أو عدد المبالغ R معدل الفائدة الدوري طبعا فكرة القيمة الحالية للدفعات يمكن توضيحها من خلال الرسم التالي عندي مجموعة من المبالغ المتساوية التي تستحق لفترات متساوية طبعا بما إنها عادية دفعة عادية إذن PMT في نهاية كل فترة PMT في نهاية كل فترة ولمدة N من الدورات بمعنى إنه عدد المبالغ PMT عددها يساوي N طيب هذه المبالغ هي مبالغ يراد خصمها بمعنى احتساب قيمها الحالية للحصول على قيمة حالية لجميع هذه المبالغ فالقيمة اللي منحصل عليها هي قيمة present value annuity regular القيمة النقدية أو الحالية اللي منحصل عليها بدلا من المبالغ المستقبلية اللي قيمتها PMT لكل مبلغ هي PVAR طيب القيمة الحالية للدفعات الفورية طبعاً هاي الصيغة العامة وهذا القانون حيث ما اختلف شي باستثناء إنه أولاً هون نتكلم عن القيمة الحالية لدفعة فورية present value annuity due مستحقة طبعاً الناقص موجودة بمعنى إنه هذا هو الخصم تمام وهذا هو المبلغ الأصلي للدين يعني فيه دين هذا الدين تم خصمه لكن هذا الدين ليس مبلغاً واحداً وإنما عدد من المبالغ عددها nr تم خصم هذه المبالغ بمعدل r وبالتالي حصلنا على القيمة الحالية لهذه المبالغ تمثيل هذا الكلام بالرسم هاي 0 1 2 إلى n تمام أنا عندي pmt في بداية الفترات pmt في بداية الفترة الأولى في بداية الفترة الثانية في بداية الفترة الثالثة وهكذا حتى بداية الفترة رقم n يتم خصم هذه المبالغ للحصول على القيمة الحالية اليوم اللي هي present value a d due a new t due طيب مثال 15 أراد شخص خصم 9 كمبيالات شهرية مبلغها 2000 ريال لكل كمبيالة تستحق في نهاية كل شهر ولمدة 9 شهر طبعا أكيد بما أنه خصم 9 كمبيالات شهرية إذن هذه الكمبيالات مجدولة على 9 شهر هذا الكلام توضيحي بين قوسين تم الخصم في أحد البنوك بمعدل فائدة سنة و12% طيب إيش المطلوب المطلوب احسب القيمة الحالية النقدية التي يحصل عليها هذا الشخص مقابل الكمبيالات إذن المطلوب هو present value annuity due annuity regular لأنه قال لي في نهاية تمام كمان مرة الكمبيالات تستحق في نهاية كل شهر فإذن المطلوب present value طيب PMT بالتأكيد 2000 NR 9 شهور R تساوي 12% سنويا لاحظ PMT شهريا 9 شهور المعدل سنوي إذن لابد من تحويل المعدل من 12% سنويا اقسمه على 12 معشر شهر بيعطيك 1% إيش شهريا تمام 1% شهريا بتم التعويض في المعادلة present value annuity regular هذه هي PMT هذه هي PMT هذه NR ناقص طبعا هذا أصل الدين أو أصل المبالغ هلأ هذه PMT هذا اللي هو R شهريا يساوي 1% شهريا هذه NR زائد 1 على 2 في NR الناتج 18000 ناقص 900 18000 هي أصل الكمبيالات أو أصل الدين التسعمية هي الخصم الذي حسب على هذه الكمبيالات مجتمعة إذن صار عندي القيمة الحالية الصافية present value أنيوتي regular هي 17100 وذلك بعد استبعاد وذلك بعد استبعاد الخصم مثال 16 على الدفعات الفورية أراد شخص خصم 9 كومبيالات شهرية مبلغها 2000 ريال لكل كومبيالة تستحق في بداية يعني هنا الفرق أنه PMT تأتي 2000 تأتي في بداية كل شهر إذن هي دفعة فورية ولمدة 9 شهور بمعدل فائدة سنوية طيب إذن هنا أحسب القيمة الحالية التي يحصل عليها هذا الشخص مقابل هذه الكمبيالات PMT مثل ما قلنا 2000 شهريا في بداية كل شهر 9 شهور تمام R 12% سنويا تحول إلى 1% شهريا منعوض في الصيغة present value annuity due اللي هي الفورية فبيعطيني هذا أصل الدين تمام PV في NR ناقص PV في R في NR ناقص 1 على 2 في 9 تمام الناتج هو 18000 ناقص 720 والناتج هو 17280